هذا الفيلم بالنسبة لي مرجع في المقام الأول إلى الشباب لقد أنشأته بصفتي كأستاذ سابق على شكل حصص دراسية هناك أربع حصص بطريقة تربوية وبيداغوشية هناك ملف بيداغوشي يرافق الفيلم إذا كان هناك معلمون أو أساس داف القاعة فلتعلمون وسنرسل لكم الملف البيداغوشي أعتقد أن الشباب هم الذين سيبنون على مالغد ولهذا فرسلة الفيلم موجات إليهم أولا ما هو حلم التأثير الذي يمكن أن يكون لدينا عندما نخرج هذا النوع من الأفلام؟ أعتقد أنه علينا أن نبقى متواضعين وواقعيين هذا الفيلم ما هو إلا مجرد قطرة في محيط المعلومات التي سوف تصل إلى الناس حتى إن كان هذا الفيلم يمكن أن يحرك العقلية قليلا ولو قال المتفرج في نفسه حسنا في حياة اليومية ما هي الخطوط التي يمكنني اتخاذها نحو الآخر فهذا سيساعد بالفعل على بناء عالم الغد سيذاع هذا الفيلم على الصعيد الدولي في السادسة عشر مايو 2022 في جميع البلدان في جميع أنحاء العالم نأمل أن تكون المشاهدة على أوسع نطاق ممكن بمناسبة اليوم الدولي للعيش معا في سلام وهو يوم وترف به من طرف الأمم المتحدة واليونيسكو لذا أتمنى أن تنضموا إلى اليوم الدولي في السادسة عشر مايو وأن تسارعوا في التوقيع على الإعلان الدولي للعيش معا وأن توزعوا الفيلم على شبكة تواصلكم الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر